إذا المشاهدين بعد أكثر من عقدين على إفادها للعراق حانت لحظة رحيل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي هذا ما خرجت به رسالة رئيس الوزراء محمد شيع السوداني للأمم المتحدة التي أوضح فيها أن العراق لم يعد بحاجة لدور يونامي السياسي بعد عشرين عاما مما وصفه التحول الديمقراطي في البلاد السوداني طالب الأمم المتحدة بسحب بعثتها في موعد أقصى 31 يناير من العام المقبل 2025 مرجعا ذلك لتواصل يونامي مع جهات غير رسمية في تقييم حالة العراق انتقاد يونامي جاء على خلفية تقرير نشر في أبريل المنصرم تطرقت فيها لجملة من التهديدات التي لا تزال قائمة ولاحظ هشاشة في مؤسسات الدولة وانتشار الجهات المسلحة الفاعلة ومخاوف من إمكانية ظهور داعش من جديد نتحدث عن ما جاء في التقرير كل ما سبق كان على الصعيد الرسمي أما في الشارع العراقي فيرى مراقبون أن وجود بعثة يونامي غير قانوني وينتقص من حق البلاد السيادي وذلك باعتبار أنها عام 2003 بعد غزو الأمريكي ودون طلب من العراق كما أشار المراقبون أن البعثة كان يجب أن تنتهي مهامها فور خروج العراق من الوساية الدولية تحت طائلة البند السابع وكانت صحيفة الجاردزيان بريطانية قد كشفت سابقا مقالة أنه فساد مستشر ببعثة يونامي تمثل في مطالبة موظفين تابعين لهذه البعثة لرشاو وإتوات لإسناد عقود مشاريع إعادة الإعمار لعدد من رجال الأعمال وصلت في بعض الأحيان لـ 15% من قيمة هذه العقود على المقلب الآخر ينتاب البعض القلق بشأن حقوق أو القلق بشأن حقوق الإنسان والمساءلة في بلد يصنف في كثير من الأحيان من بين الدول الأشد فسادا في العالم كما أن استقرار الديمقراطية الناشئة في العراق محل شك وفق رأيهم جراء تكرار الصراعات ووجود ميليشيات موالية لإيران